قوات الجيش والشرطة فتح ميدان التحرير أمام حركة المرور بعد إغلاق استمر ليومين شهد الميدان والكنيش وميدان عبد المنعم رياض حالة من الهدوء والسيولة المرورية في ظل تواجد أمني مكثف في سياق متصل أكد المهندس علي فضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل متر الأنفاق أنه تم إعادة فتح محطة جمال عبد الناصر مساء أمس بعد إغلاقها عدة ساعات لدواع أمنية